السلام عليكم ورحمة وبركاته بإذن الله هذه هي دورة تدريبية جديدة أو ورشة تعليمية جديدة هذه هي الورشة الثالثة سوف نتحدث في هذه الورشة عن كيفية بناء تطبيقات disk to application عن طريق بايسون وعن طريق تيك انتر ويستخدم طبعا database engine وهو postgreSQL قبل ما نبدأ سوف نستعد عدة ورشة الورش في عام 2019 الذي تم انها بفضلها في عام 2019 أولا ورشة 3D CAD Modeling عن طريق AutoCAD ورشة تدريبية ل3D CAD Drone عن طريق Blender تحدثنا عن Blender 2.8 تحدثنا عن ورشة تدريبية لكيفية كتابة نص سلسلة أيضا تحدثنا عن بدأنا عدة دروس تقريبا هنا منهم بفضل الله ستين درسة عن طريق tips و tricks في Blender وكانت تعبارها عن دروس تدريبية يومية أيضا تحدثنا عن بايسون Advanced Course كرس تحدثنا عن بلوتلب بدأنا كرس في HTML و CSS بدأنا كرس في 2.7 9 أيضا تم عمل ورشة في شهر رمضان بفضل الله وكانت تصميم Business Card طبعا كان في ورشة ل واتش دوزاين كانت عبارة عن 6 دروس طبعا كان في ورشة فقط لتصميم مدينة لندن القديمة الباقي كانت عبارة عن دروس ولكن البلايلست الباقية عبارة عن دروس من عام 2017 لكن بمعظم هذه الدروس أو البلايلست بفضل الله تم شرحها في عام 2019 ده كده عبارة عن الدروس اللي تم انهاء بفضل الله و هذه هي الدروس و القناة طيب هنبدأ بإذن الله في هذه الدورة التدريبية لكن قبل ما نبدأ هنشوف احنا محتاجيني عشان نبدأ في هذه الدورة هنأتي طبعا بايسون بايسون هي طبعا بروغرامنج لانجوج فري من أشهر اللغات أو تالي الجوافا جاوسكريبت الترتيب أحيانا يكون التاني أو التالت في كل عام لكن هي تعتبر من أكثر اللغات المطلوبة ليه نستخدم بايسون ومستخدمش لغة تانية هذا السؤال على حسب الاستخدام قد تكون البيسون الأفضل في استخدامات معينة وقد تكون غير الأفضل اللي بيحدد هو استخدام وسوف نترك الفرق بين البيسون واللغات الأخرى في فيديو منفصل بإذن الله لكن هنذهب إلى دونلود في نسختين 3.7 أو 3.8 النسخة 3 بدأت من 2008 أو 2009 تقريبا فيها منها حالية 3.8 وفي طبعا 2.7 أو 2.8 لكن هنا الأفضل استخدام 3 الأفضل استخدام 3 لأن معظم المكتبات حالياً تدعم 3 قد يكون المكتبات الجديدة والدريفرز الجديدة التي تعمل الوصلة أو الوصلة ما بين الديتابيز والبيسون كود قد تكون هذي الدريفرز لا تدعم 2.7 والتكلم ده هنشرحها بعدين إن شاء الله طيب لو ممكن نذهب إلى ويندوز منها هنا ولا حسب طبعا النظام التشغيل في 2.7 و 3.8 يعني ممكن تحميل النسخة الأفضل كل نسخة منها 64 و 86 على حسب نظام التشغيل كلام سليم حمينا الملف ويعمل لنا الانستال بعد ذلك الخطوة الثانية نضيف البيسون إلى variables في checkbox في الانستال ممكن نعزب add بيسون 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 ويجلب بيسون هناك دونلود فول وفيه الليت ده الحجم 118 والحجم 9 ميجا يعني الافضل فينا طبعا بعض الشرطة قطس ولكن انا شايف ان ده طبعا ده الفارق الجوهري مبين ده كده default وده كده commander طيب هنستخدم ميزة لما نضيف البيتون الى system variable عشان لما نقول ان ده بايسون فمشارطا هيظهر لنا ان ده 2.7 لو البيتون ما تضفش الى system variable هذه القائمة لن تظهر بيحس لما يكون في بايسون شيء ممكن ان اكتب مثلا وليكن اطبع لنا hello اذا لم يمكن استخدم البيتون كود في هذه الشاشة طيب بعد ذلك هنحتاج database فيه database متاحة يعني فيه انواع كثيرة من database فيه اولا relational database وفيه non relational database الريلاشنال database الريلاشنال database بتكون الجداول مرتبطة ببعضها بمعنى ان فيه مدرسة وليكن فيه عدد student وعدد teachers وطبعا وعدد فصول كل فصل فيه عدد من student كل class او كل فصل فيه عدد من teachers وليكن الفصل الاول فيه ثلاثين طالب والفصل الاول فيه اربع مدرسين الفصل الثاني فيه 35 طالب والفصل الثاني فيه خمس مدرسين وفيه اتنين مدرسين مشتركين من الفصل الاول وثاني يبقى هذا الريلاشنال database ولكن الريلاشنال database ما يكونش فيه ارتباط بالتابل ممكن يتم انزرت الريلاشنال بشكل غير منتظم ما فيه ارتباط بين الجداول ويتم ارسال الريلاشنال ويتخذين الريلاشنال فده الفرق بين الريلاشنال من اشهر الريلاشنال database وهو المونجو ديبي أشهر الريلاشنال هو مستم طريق الريلاشنال يعني lgd في SQL اللي هي MySQL SQL ده هي Sequential Query Query أو في standards for structure Query Language مفيه منها MySQL وفيه منها PostgreSQL وفيه أيضا SQLite اللي هي Embedded SQLite حقيقة مختلفة تماما لا تبييز لأن SQLite بتأتي Embedded مع بايسون يعني ليس محتاجين نصات طبليها درايفر مختلف ثانياً إن SQLite Embedded ممكن تبقى اللي هي Light لا تحتاج أبداً إلا لو كنا مستخدم version قديمة جداً 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 من بايسون ثانياً والثالثة النقطة الثالثة إن SQLite ممكن تبقى في أي Android Application أو في أي ديسكتوب فهذا ميزة لا تحتاج إلى درايفر إكسترنال أو لا تحتاج إلى سيرفر ده كده ميزة السيكوليت السيكوليت يمكن تكون فيه هندلينج لداتابيس تصل إلى حجمها إلى 2 جيجا بايت أو 3 جيجا بايت فده كاشة طبعاً نشرح لي السيكوليت بيذكر أنها تعتمد على لغة السيكوليت بإذن الله نحن نحاول نشرحها في دورة تدريبان فاصلة بإذن الله طيب كده نحن 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 نفرق بين الريليشنال داتابيس والنرينيشنال داتابيس نستخدم في هذه الدورة التدريبية وفي هذه الورشة بوسط جيجي سيكول هنزب إلى الموقع مباشرة ثم بعد ذلك هنزب إلى دونلود طبعاً في لينكس وفي ماك وفي سولارس كل نظام تشغيل لي طبعاً السورس المختلف في هنا نسخ للبوسط جيجي سيكول في نسخة 12 ويذكر في كل لسن هنستخدم نسخة إن شاء الله نسخة 10 نسب إلى دونلود ونحمل لو نسخة ويندوز 64 فنستخدم أي صفة من هذه الصفوف على حسب النسخة هذه النسخة الأخيرة 12 فنرى أن نسخة 10 بتدعم كل الأنظمة فهن يتم استخدامها نولود منها هنا لو نسخة ويندوز 64 نولود منها هنا لو نسخة ويندوز 32 نسخة ويندوز 32 ويندوز 64 طيب بعد ذلك سيكون هناك طبعاً فيظهر لنا قايمة بهذا الشكل السيرفر localhost لا يوجد مشاكل هنستخدمها ولكن أولاً لو في لو كنا أنشاءنا قبل ذلك فهتم كتابة الاتابيز ها هنا ولكن هنا كان في school فهنكتب اسم الـ بعد ذلك الـ 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 طبعاً طبعاً في بعض الأوامر هناك نقطتين ممكن نكتب الحروف small أو ممكن نكتبها create database base ولكن نسمى هذه database classes db أو school db s-c-h db ثم نضغط انتر بعدما نضغط انتر هيكون فيه هيظر لنا الرسالة الرسالة تكتبت ان create database لو كتبنا list جميع database فا ازا اول database postgre sql db وفيه student db ازا هنستخدم connect ل school db لكن اولاً ممكن نشوف امر مختلف create database اسمها demo بعد ذلك drop هنشوف امر ازاي نحذف database فكيفية حذف database عن طريق drop database اللي هي demo كلام سليم فا ازا كتبنا drop database بمعنى ان تم حذف demo معنى ازاك لو كتبنا ال list ل database backslash l فا ازا ما فيش اي demo في هذه الصحف طيب ازاي نستخدم connect اولاً هنزب الى connect ل school db بيذكر ان احنا بنستخدم حالان school db طيب بعد ذلك create زي ما ذكرنا قبل ذلك اي database موجود فيها عدة صفوف او عدة table كل جدول مقاون صفوع نعمد طيب اولاً هيتم انشاء اول table create table هذا ال table وليكن هيكون اسمه هذا ال table يمكن يكون teachers هيكون في name عبارة text text بعد ذلك teachers يكون فيها لكم age عبارة عن integer ثم المادة subject ما كنا نذكر subject اولاً فهذا teacher يقوم بتدريس subject text ثم وليكن age name name subject class وليكن class text text and بعد ذلك كل line او كل سطر بين type semi column فاذا انشاء table ممكن نظر جميع البيانات تكون كيفية اندخال البيانات في هذا ال table تكون into teachers بهذه القيم اول قيمة عبارة عن هو اسم المدرس الثاني قيمة عبارة عن بيدرس مادة وليكن فيزيكس ثالث قيمة وهي عبارة عن الكلاس وليكن كلاس اب وليكن ثم ننهي باسم كولم نشوف هو بيذكر ان الكولم غير موجود فمفترض ان نكتب الاسامي كل هذه الاسامي بفاصلة واحدة بهذا الشكل ثم تم ادخال صف واحد تقوم بادخال قيمة مختلفة هذه القيمة اللي يكون بهذا الشكل انزرت ممكن نقرر هذا الامر ادت مرات بعد ذلك سيليكت افريسينج فروم هذا الصف وهو عبارة عن التيتشارز اذا اذن ذكر عندنا في عدد قيمة اول قيمة هي الصف الاول يتم دراسة مادة سبجكت والكلاس ايه ده كده للمدرس الاول مدرس الثاني مدرس الثاني مدرس الثالث مدرس الرابع كلام سليم جدا ممكن نختار سيليكت اور ابدئهdie ايه 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 هنشوف هل الكلام سليم اااااهههههه هااهههههههههههههههههههği ساوي احنا اخترنا الاسم المدرس اللي يعني احنا بنختار name من teachers يعني بنختار اي اسم في teachers table ممكن teachers table دي سنكون اقارى عن 2000 او 3000 فضي 2000 او 3000 فضي 2000 او 3000 انذر اي اي اسم when the class A في وليكن بيدرس فيه ولا يكن خمسين مدرس وليكن فاذا سنختار عدد الصفوف او عدد المدرسين مش هنختار المدرسين اي اسمات المدرسين الى بيدرس في هذا القلاس اللي هو اي 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 هو اظهر لنا الان لان لان فقط ان اي 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 اذا اضغرنا فقط النام بهذا الشكل وكتب ان فيه one row طيب بعد ذلك ممكن يتم انشاء تابل اخر فاذا create table هنسمى هذا الtable studentes في اولا نام هذا النام عبر عن text ثم بعد ذلك الage هذا الage عبر عن integer ثم بعد ذلك name وage ممكن ان اذكر الage ممكن ان تكون mark previous mark او total mark total mark اتكون integer او المفترض تكون double ولكن اتركها integer فاذا اظهر عندنا كلام سليم جدا هل ممكن ان تكون اذا تم اظهار جميع ال tables في ال database يمكن اظهار جميع ال tables في ال database عن طريق backslash d ولكن d small فاذا اظهر عندنا فيه اثنين tables table public اسم students و table public اسم teachers والowner هو user بوستغريس كلام سليم كده اعتبر ان اضطينا جميع الاوامر باذن الله في ال command shell بوستغريس بعد ذلك هنذهب مباشرة الى تغطية جميع الاوامر في التكنتر ان شاء الله هنغطي جميع المعظم الاسيات ل التكنتر قبل ما نذهب ل التكنتر نذهب مؤشرة الى اه اي location في desktop ثم نذهب الى طيب انا هنذهبت مباشرة الى فولدر الورشة التدريبية وهذا الفولدر هنقوم بانشاء هذا بمباشرة فقط change directory ثم نقوم بانشاء virtual environment نستخدم virtual environment لو مفيش لان عندي في جهاز في virtual environment فبكتب virtual environment ونكتب هنا اسم virtual environment لكن لو لو لا مفيش غير بايس النسخة واحدة فقط فنكتب فقط virtual بسهولة جدا virtual env ونكتب 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 هنا فهنا نشرح concept ونكتب 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 نسبة ونكتب نسبة كشغل كشغل ككورس او كشغل لعميل معين هذا العميل بيطلب ان عنده مشروع قديم هذا المشروع بيستخدم التكنتر version ومكتب ومكتبه معينا ولكن هذين مكتبة ولكن اي مكتبة ممكن في لاصك او اي مكتبة او بايلو او اي مكتبة هذين نسخ نسخ قريمة ولكن point 1 point 2 مش نسخة واحد اثنين نحن نشغلين حالها ده حاليا في الجهاز فهذا هنتطر نحذف النسخة واحد اثنين اللي نسخة من سطبنا في البايسون ونسطب النسخة point 5 و point 8 من المكتبات الأخرى نأتي بعد ذلك نريد استكمال المشروع الحالي اللي بنشغل عليه مشروع مثلا وليكن شخصي فهذا نحن نطر نرجع نرجع النسخ النسخ اللي نسخة واحد اثنين الاساسيين وهي اخر نسخ حديث فهذا عزيه غير طريقة غير تكلدية وغير مفيدة ومجدية بالمرة واظهر مفهوم هو اسمه virtual environment فالvirtual environment هو عبارة عن environment بتعزل جميع المكتبات كل مشروع بحيث كل مشروع يكون لمكتبات مخصصة بحيث ممكن يتم عمل عزل عدة مشاريع او عمل عدة مشاريع مختلفة مكتبات مختلفة في نفس الوقت بدون الحاجة الى تسطيب او عدد تسطيب عدة مكتبات ده المفهوم بساطة عن virtual environment فنذهب مباشرة الى cd env cd script activate من ها هنا ثم بعد الزج باب install باب باب Imminstall انستطيع باب انستطيع باب أود باب انستطيع مكتبة اسمها B-S-Y-Cubge تنطق تقريباً يعني Psy-Cubge 2 ونستخدم version 2.7.5 المكتبة بسيطة جداً تقريباً 1 ميجا فاة تم تصطيب المكتبة مباشرة بالفعل ثم بعد ذلك سنستخدم شيء اسمه Code Editor من الكود ايترز الشهيرة هو ليكن في Brackets في Atom في Sublime في Note بعد بلاست ولكن هنستخدم ده طبعاً Visual Studio Code هنستخدم Visual Studio Code طبعاً دي كلها Sublime Text وفي أعدة Code Editor مختلف Download for Windows وإستطال لا يوجد أي مشكلة بعد ذلك هنأكتب هنا بعد للمستطال كود طبعاً تم فتح نافذة لل Visual Studio Code في هذا السورس أو في هذا المكان تمام ان شاء الله في هذا الدرس هنستعرض أول مفهوم من T-Kinter تنطق T-Kinter بهذا الشكل T-Kinter كلام سليم أولاً هنستورد ملفة أو مكتبة T-Kinter ثانياً هيتم تعريف Object وهو المستر أو ثالثاً هيتم في Functions ما المين لوب بعد ذلك ما بين التعريف وما بين المين لوب تكتب أي كود وأي تعريفات كما تشاء كلام سليم جداً فتحنا السكريبتس كأنها طبعاً هنرجع خطوة للإنفي وهنرجع برضو خطوة للبوست جري سيكل وميك دير سورس ثم سيدي سورس ثم كود ها هنا لأنه فتحنا نافذة البيجرس الكود في مكان سكريبتس وهو غير مش محتاجين لنفتح هذا الكود ايتور في السكريبتس في السكريبتس فولدر كلام سليم جداً بعد ذلك طيب ثم بعد ذلك نفترض الكود دوت طيب أولاً هنبدأ أول سامبل هنبدأ عدد دروس تدريبية وعدد الشرحات عن التكنتر هنبدأ أول lesson lesson one dot by أي ملف طبعاً byson يبدأ بby الكلام طبعاً ده للمبتدئين مني بنكتب هنا الكود وبعد ذلك نازب إلى السورس وبايسون ونكتب lesson one dot by طيب ولكن لو كتبنا هنا ولكن print الخمسة في ستة ستة اكتب لنا ناتج خمسة في ستة أبارة عن تلاتين بهذا الشكل أو اطبع نكتب لكم x بيساوي input of enter first number ثم y أبارة عن input enter 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 second number ثم z يساوي x في y ثم اطبع لنا ثم اطبع لنا ازا اطبع لنا ان ال result عبارة عن the string of z and the integer of x multiplied by the integer of y كلام سليم جدا هذا كده عبارة عن مثال توضيحي لفكرة أو المفهوم المفهوم بايسون طيب احنا نزم بشارة انقناء هذا الكود وهناكتب بايسون لسنون first number 45 second number 2 result 90 ضرب لنا 2 في 90 مرة اخرى اول رقم 12 ثاني رقم 12 14 مرة اخرى طبعا كده الكود شغال بفضل الله ايبار result 112 ممكن طبعا هذا الكود يكون advanced طيب اذا حاليا هنذهب هنا نكتب lesson 2.5 من هنا هنحتاج هذا الكود بعد ذلك او يعني هسيبه ك لان هنرفع ان شاء الله هذه الملفات ملفات فاسيب هذا الكود ونبدأ درس او ملف جديد نشرح في tkinter اولا هنستورد tkinter as tk tk ثم بعد ذلك او ممكن نكتب هكذا ولكن هنحتاج اولا from tkinter import everything هنقول ان النفذة عبارة عن tk object الويندو هده النفذة التايتل بتاعها وليكن welcome to angel academy ثم بعد ذلك الويندو dot main main loop اقلنا save لهذا الملف ثم من هنذهب مباشرة الى command line bison lesson to dot by مباشرة هيظهر هذه المفترات يظهر ها هنا فاذا هزيه هنا في ده ويندو هنستوردنا take enter هاي المكتبة طبعا اللي هي geo application طيب خلينا نتحدث عن geo application في البايسون في take enter هو يأتي مباشرة مع البايسون زي SQLite بيأتي مباشرة مع البايسون ميزة take enter هو افضل geo framework لعمل disk to application في البايسون لانه سواء كان على اللينكس او الماك بيظهر tools على حسب كل النظام يعني البرنامج او الابليكيشن في الويندوز هيكون اه شبيه بالويندوز بالشكل windows 10 في الماك هيكون شبيه بماك في اه الابل هيكون اللابل هو او الباطن هو الباطن في اللينكس هو الباطن في الماك كل يعني بيكون على حسب كل نظام بيظهر اه بيظهر العدوات او tools او geowy interface على حسب كل نظام في بعد ذلك اه في اه في عدة اه مكتبات اه منهم في 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 وفي ايضا اه طيب احنا كده اتعرفنا على كيفية كتابة اه او انشاء ويندو ففي الدرس الثالث ان شاء الله او في الليسون ملف الليسون هنستورد التكنتر ثم بعد ذلك هيكون في ويندو ثم وزلك في تايتل ثم بعد ذلك اه بين ال ازي ما احنا ذكرنا قبل ذلك اي application هيكون في دوات سبتين الاربع سطور دوات سبتين ولكنها هنا بوت ممكن هنا write your هنا بنكتب write your code ففي lbl هو موجود في الويندو التكست يسمى ولكن your name و lbl dot grid column هيساوي صفر والرو هيساوي صفر طيب خلانا نشوف اه اللي حصل اهنا ذكرنا ان في label ممكن نستعود عن variable name ونكتب label dot grid يكون سطر واحد ولكن نذكر ان lbl ده عبارة عن label object موجود في الويندو ما عندناش غير الويندو في هذه القائمة او في هذا الملف والتكست اللي يظهر على هذا ال label هيكون your name ثم بعد ذلك هنضع هذا label في ال application في عندنا grid وفي place dot place وفي dot back ال grid هيبه في grid يعني صفف اعمدة اه ذكرنا ان هو في الصف الزيرو والcolumn 0 يعني في اول صف وفي اول عمود سمع ذلك نشغل ال application هنحفظ الملف ونذهب مباشرة lesson and كلام سليم مفترض هنلغي هذا bysonlesson3 dot by تمام فا اذا في الصف الاول والعمود الاول كتب لنا your name وهو اسم المف لو غيرنا هنا your name نكتب هنا this is the first which has been a beard based on byson all right and i will save and go directly and run this application اذا مباشرة ذكرنا ان this is the first table بمعنى ان لو غيرنا the text الخلاصا لو غيرنا هنا the text بناء عليه ملاحظين ان ال 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 window على مباشرة هي نفس حجم اللابل ففي بعض الادوات weight and height هنذكرهم ان شاء الله في درس قادم باذن الله عشان ما تكونش هزيل الورشة الدربية بصوبة الاوية ما تكونش مضغوطة هنقسم هذا الدرس على عدد او هزيل ورشة الدربية عدد الدروس ده الدرس الاول ان شاء الله هستاكمل التكنتر في الدرس التاني بيزن الله